برغم تهديد ميليشيات الحوثي الإرهابية عبر مجلس القضاء التابع لها عقوبات على القضاء وأعضاء النيابات بسبب استجابتهم لدعوات نادي القضاء الذي دعا بتجميد أي أعمال عقب مقتل القاضي حمران إلا أن المحاكمة والنيابات في العاصمة صنعة تشهد إضرابا واسعا وتجاهلا لكل دعوات الحوثي العقابية بحق القضاء وأعضاء النيابات الذين ما يزالون مصرين على موقفهم الرافض لكافة حملات التشويه المتعمدة لمكانة القضاء ومنتسبية محمد العماد رئيس ما تسمى شبكة الهوية يعد حاليا أمام القضاء أحد أكبر المحرضين والمتسببين بعد القاتل في اختطاف القاضي حمران ومقتله حيث أصدر نائب الحوثيين العام مذكرة لمدير أمن البحث الجنائي في صنعة طالب فيها بالتحقيق مع العماد بتهمة التحريض على قتل القاضي حمران يظهر من سياق قضية حمران أن هناك تعاظما للحدث الذي بدأ في فتح ملفات عديدة تسبب بها الحوثيون تركزت حاليا في منظومتهم العدلية التي أتت لتطمي سكافة معالم استقلالية القضاء بمهام مبهمة والواضح منها أنها منظومة مستحدثة لتسخير القضاء لصالح ميليشيات الحوثي التي تسعى للسيطرة عليه هذا وقد أعرن الحوثيون في وقت سابق قريب إعدادهم وتحضيرهم لألف ومائتي مقعد لقضاء جدد أطلقوا عليهم القضاء المؤمنين وأعقب هذا الإعلان حملات تشويه إعلامية بالقضاء وتحريض وصل إلى اختطاف القضاء وقتلهم ترجمة نانسي قنقر